في الخامس من فبراير من العام 2018 تحررت مدينة حيس على ايدي ابطال القوات المشتركة ومنذ ذلك الحين يعيش سكان المدينة حالة من الاستقرار مع عودة الحياة تدريجيا الميليشيات الحوثية والمتمركزة في مواقع متاخمة ومطلة على المدينة تستميت في الانتقام من السكان قنصا وقصفا على منازلهم وزرع الالغام في المزارع والطرقات العامة وتنفيذ محاولات عدة للتسلل الى مواقع القوات المشتركة غير ان كل تلك الجهود الحوثية لاستعادة مركز المديرية باءت بالفشل مع يقضت ابطال القوات المشتركة والتي حملت على عاتقها مسئولية تأمين المدينة وتنفيذ بين الفينة والاخرى حملات تمشيط واسعة للمزارع والمناطق التي تتخذها جيوب الميليشيات او كارا لها كما توجد جهود القوات المشتركة بتفعيل دور الاجهزة الامنية حيث تم افتتاح مراكز الشرطة في اطار تطبيع الحياة في المناطق المحررة في الساحل الغربي كما تواصل الفرق الفنية والهندسية التابعة للقوات المشتركة رزالة وتفكيك شبكات الالغام التي زرعتها الميليشيات في كل منطقة وطأتها اقدام الميليشيات على الصعيد الانساني كانت المدينة محطة لمشاريع غاثية عدد مع تواصل توزيع السلال الغذائية من قبل الهلال الاحمر الاماراتي لمساعدة المواطنين والذين يبدون بدورهم اصرار كبيرا على اعادة تطبيع الحياة في مدينتهم بالرغم من تساقط عشرات القذائف على منازلهم واحيائهم ليل نهار في تأكيد واضح على رغبة اليمنيين في الحياة وليس الانجرار الى مشروع الموت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة